مشاهدينا من جديد لسه مازال مشرفني فضيلة الدكتور سعيد عامل رئيس لجنة الفاتوة بالأزر الشريف سابقا مولانا كنا بنتحدث قبل الفاصل عن أبواب الجنة الثمانية وتحديدا باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون أسأل الله عز وجل يعني جعلنا من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين جعل في شهر رمضان والصيام كده يعني حاجة خصوصية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت وغلقت هي صيغة مبالغة العربية يعني محكم فأبواب الجنة في شهر رمضان الثمانية مفتحة كلها بس رب العالمين ميز شهر الصيام عن بقية الشهور ميز ركن الصيام عن بقية الأرض جعل للصائم باب مخصوص يدخل منه وإنت كنت صايم في الدنيا وبتاع عكشان وجعان وصبرت وتحملت مع إنك كنت لوحدك في الشقة ممكن تأكل وتشرب وتظهر وتظهر أمام الناس إنك صايم حد شايف حد مطلع ربنا سبحانه وتعالى لكن بيعلمنا الإخلاص فلما صبر وتحمل لله رب العالمين يقول له باب الريان باب الريان مقابل الضمأ اللي انت حانيت منه في الدنيا ده باب الريان بقية اللي تلقى فضل الله عز وجل تب ما ولنا هنا يعني مثلا إحنا نفترض إن الستوديو ده مثلا ليه أكتر من باب وكل باب بيدخلك على مشهد معين باب الريان بيدخلك على إيه تحديدا هي الجسد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني في قاعة المؤتمرات في باب مخصوص يدخل منه فخامة رسالة والسادة الوزراء يدخل منه وتبص الظهر على طول وفي باب برضو للحضور يعني كده فبرضو الجنة كده فالدرجة وهي والأبواب في الجنة على حسب ما زرع العبد يعني هل باب الريان هو الباب الأفضل ده خاص بالصيام وما عده الله للصائمين لنزلا من غفور رحيم إيه نزل؟ النزل ما يهيأوا ويعدوا ويزينوا ويجملوا للضيف في ضيف جايلي ما بخليش البيت كده يعني زي ما احنا عاديين كأهل البيت لا في ضيف جايب أقوم ننظف ننظم نعمل نرتب فكذلك شوف رب العملية يتفضل ويقوله نزلا يعني الله هو الذي زينه وجمله وهيأ ورتب للعبد الذي أطاعه في الدنيا من غفور رحيم وغفور رحيم يعني أنت ما تستحقش كده بس نديتك من باب الفضل الذين أحسنوا الحسنة هنزيدك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى فالفضل الكبير وبعدين رب العملية سيدنا النفسي حسنين يبين للصائم فرحتان يفرحهما فرحة الأولى عند فطره يا سلام فرحان أنه ربنا تم عليه النعمة وأكمل صيام اليوم ده كان ممكن يحصل أي حاجة وما يتمش صيام اليوم فلما ربنا أكمل وتم الصيام فرحان وفرحة عند لقاء ربه لأنه هيجد ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر اللي ربنا أعد ويدخل مباب الريان يشوف حاجات لا علم لنا بها ومع الإفطار طبعا أنت بتقول الدعاء نعم مستجاب بإذن الله إن شاء الله يبقى هنا للصائم فرحتان وبعدين هنا باب الريان ثانيا بقى غفران الزنوب شهر رمضان ده شهر الجنة شهر رمضان اسمه شهر الجنة ليه يعني فيه غفران الزنوب فيه محو السيئات فيه العفو عن وفيه ده كله عشان إيه بيقولك الجنة هي الجنة هي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعدقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا ما يجد ما يفطر صائما قال يعطي الله هذا الثوب لما يفطر صائما على مذقة لبن قليل معلاءة لبن مش كباية أو حتى طمر مذقة لبن أو شربة ماء أو طمر يبقى عشان واحد إدى واحد طمر فطر عليها فيبقى ياخد مثل ثوابه من غير أن ينقص من هذا شيء هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء بفي نفحات ربانية في عطايا إلهية في هذا الشاء لا نحرم أنفسنا منها حتى ننال مغفرة الله وزياد الحسنات اللهم أعين لنستكمل حديثنا لأسبوع